إن أبسط مبادئ حقوق الإنسان تستباح في فلسطين المحتلة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الغاشم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق وفي مواجهة هذه الجرائم تقف مع الأسف المنظومة الدولية عاجزة على فرض احترام حقوق الإنسان ومع كل قصف وضرب يوجهه جيش الاحتلال لقطع غزة تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني لذلك تفضل السيد رئيس الجمهورية السيد عدمجيد تبون بمناسبة افتتاح السنة القضائية جميع أحرار العالم والضمائر الحية والخبراء القانونيين والمنظمات والهيئات الحقوقية لرفع دعوة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين العزل لا سيما في قطاع غزة مطالباً المجتمع الدولي في ذات الوقت بتحمل مسؤولياته لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق ترجمة نانسي قنقر